موسيقى الواحد وثلاثون من تشين الأول أكتوبر 2019 أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها للليلة خلفة الاترابات السياسية ابحث عن النفط فما دور الذهب الأسود في تأجيج الشارع في لبنان وماذا تريد الولايات المتحدة من نفط السورية وشاطئ المتوسط في العراق التظاهرات مستمرة والأزمة السياسية معقدة عبد المهدي يوافق على الاستقالة شرط تأمين البديل وصالح يوافق على إجراء انتخابات مبكرة باعتماد قانون جديد بالموسيقى والغناء يداوي المغتربون العرب في لندن جروحهم في المشهدية نتعرف الليلة على حناجر عربية حملت وطنها أغنية ولحنا في الغربة كيف استخدم تطبيق انستغرام في تجهيش الشارع اللبناني في التظاهرات الأخيرة هل كان دوره بناء النفط والغاز قالها دونالد ترامب صراحة أمريكا تريد وضع نفط شرق سوريا تحت إدارة شركات أمريكية في سرقة علنية للسروات السورية نترك جنودان في سوريا من أجل حماية حقل النفط وقد نضطر للقتال من أجله لا مشكلة لدينا في ذلك ربما آخرون يريدون النفط في هذه الحالة سيكون عليهم القتال هناك كميات كبيرة من النفط ونحن نأمنها لأسباب عدة أولها يعود لداعش نفسه الذي استفاد كثيرا من النفط لهذا نأخذه ونأمنه السبب الثاني أن أحدا ما قد يدعي حقيته في النفط وعلينا في هذه الحالة أن نتفاوض مع من يدعي ذلك للوصول إلى صفقة ما إذا وجدنا أنها عادلة أو نوقف هؤلاء عسكريا بشكل سريع ما أنوي القيام به ربما عقد صفقة مع أكسوم موبيل أو إحدى كبريات شركاتنا للذهاب إلى هناك والقيام بذلك بالطريقة المناسبة وزارة الدفاع الروسية تهمت واشنطن بتهريب النفط السوري بأسلوب قطاع الطرق بعائدات تتخطى الثلاثين مليون دولار شهريا ترسل عبر سمسيرة إلى حسابات مؤسسات أمن أمريكية خاصة ووكلات الأمن الحكومية إنما المسألة تبدو حلقة متصلة من سوريا إلى لبنان أيضا حيث يتشارك البلدان خطا بحريا على المتوسط تطمع أمريكا بدخول شركاتها على خط التنقيب على النفط والغاز والاستفادة من موارد البلدين ففي لبنان مثلا دخلت شركات روسية وإيطالية وفرنسية على سوق النفط والغاز وكانت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال نادا بستاني قد أعلنت منذ أيام عن وصول الشحنة الأولى من المعدات المخصصة لعمليات الحفر تمهيدا لبدء تلك العمليات في البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم أربعة دخول روسيا والاتحاد الأوروبي عبر البوابة اللبنانية إلى شرق المتوسط ربما يشكل هاجسا ودافعا للولايات المتحدة في الوقت نفسه ومن هنا اتهم حزب الله واشنطن بأنها السبب الأساس لحال الفوضى الذي يراد تعميمها في مختلف دول المنطقة بغية مصادرة قرارها والتحكم بمصيرها تؤكد الكتلة إدانتها للتدخلات الأمريكية في الشؤون الداخلية دول المنطقة ولسياساتها القائمة على ابتزاز الشعوب في وحدة ملدانهم وحفظ أمنهم وصوء سيادتهم وترى الكتلة إن هذه التدخلات والسياسات هي السبب الأساس لحال الفوضى التي يراد تعميمها في مختلف دول منطقتنا بغية مصادرة قرارها الوطني والتحكم بمصيرها ومستقبل أبنائها لحساب المصالح الأمريكية والإسرائيلية أمام تلك المشهد نحن سنترح أسئلة سلاسة أولا هل من دور للنفط في اشتعال التظاهرات الأخيرة في لبنان ثانيا هل تريد الولايات المتحدة عرقلة أي مسار سياسي في لبنان والسوريا لا يلحظ مصالحها النفطية ثالثا والأهم كيف سترسل حلول السياسية في الملف النفطي بين الدول الكبرى نجيب على هذه الأسئلة مشاهدين مع ضيف المشهد الساخن لهذه الليلة وهو الاستشارية في اقتصاديات النفط دكتور زياد عربش ينضم إلينا مباشرة من دمشق مساء الخير دكتور وأهلا بك دكتور اسمح لي أن أبدأ من لبنان على اعتبار أن الأحداث كانت كثيرة في هذين الأسبوعين وهنا أريد أن أسألك هل ترى أي خلفية نفطية في كل هذه التحركات لأنه واضح في يد ربما هي التي دخلت على خط تلك التحركات تحاول استغلالها أيضا هل ترى من زاوية لها علاقة بالنفط بالغاز بالتنقيب عنهما في المتوسط في هذه المسألة بالطبع الموضوع له أبعاد جيو اقتصادية كبيرة وكامنة منذ عدة سنوات وليس وليد اللحظة الحاضرة الحراك الداخلي في لبنان شأن داخلي لا أريد تدخل به ولكن اللبنان يقع بمنطقة اقتصادية جيو اقتصادية هامة جدا بالاتصال مع سوريا طبعا ودول الخليج العربي لأنه كما نعرف جغرافيا المنطقة كلها تعجوا بالاحتياطيات ضخمة من الغاز والنفط وليس فقط الخليج العربي ولكن أيضا سوريا واللبنان بما فيها الساحل والتركيز على الغاز أكثر من النفط المنطقة الجغرافية ليس فقط هامة لاحتياطياتها لكن أيضا طرق إمداد وعبور لنفط والغاز من دول الخليج وتحديدا العراق وإيران وبقية دول الخليج العربي بما فيها قطر مشروع الغاز القطري الذي اندفن منذ عدة سنوات نتيجة الأزمة لا سيفقض في سوريا والعراق الأحداث لكن أيضا نتيجة الخلاف القطري مع بقية دول الخليج هلأ لبنان يقع في منطقة جغرافية حساسة جدا الهدف الرئيسي من كل الاشتعال هذه المنطقة أو تهديئة منطقة جغرافية معينة ببقعة صغيرة مقابل إشعالة بمنطقة أخرى ولا أقصد فقط لبنان وأيضا أنه نضمن للعراق على الرغم من مشروعية الاحتجاجات الداخلية ومرة أخرى لا أريد التدخل بشؤون داخلية لبعض الدول لكن النقطة الرئيسية الجوهرية فيها أنه لبنان مثل ما منعت مرتبط طاقويا كأمنه طاقوي بالخارج مليست مئة بالمئة يعني لا عنده مصادر طاقوية لا نفط ولا غاز الاحتياطات الكاملة الموجودة على الساحل اللبناني بما فيها موبس بالأوفشور بالأونشور يعني باليابيسة هائلة جدا خاصة نتيجة المسح الذي يزقين في 2009 و2010 من قبل جويكال شورفي للشركات الأمريكية وعدة شركات تقدمت بعطاءات للنيل بحصول على بلوكات معينة للتنقيب واستثمار الغاز مثل ما منعرف المنطقة من شمال المصر بالميال الأقليمية المصرية إلى فلسطين المحتلة إلى الشمال السوري يتعجي بالاحتياطات الغازية تحديدا نحن نحكي عن الميال الأقليمية هل يعقد الموضوع أكثر أنه تنازع القوى العالمية بما فيها وعلى الأسر الولايات المتحدة الأمريكية اللي سيطر على المنابع ومرات العبور لمنع هذه الدول من حصول على استثماراتها الاقتصادية فعندما يضع لبنان استثمارات الحقول الغازية موضوع التنفيذ خاصة بعد سنتين أو ثلاث سنوات بالتنقيب والبدء للعمليات حفل الآبار الانتاجية منعها حصل على استقلاله الطاقوي ومع المرتهن للعالم الخارجي لتحصيل مشتقات طاقة وتزديد ديونه الخارجية المشهد بمرمته مربوط مع الأحداث اللي صارت بتركيا مع قبروس خاصة مع الولوج تركيا بالتنقيب عن نفط بالمياه الأقليمية لقبروس وتهديد الاتحاد الأوروبي بعقوبات وأميركا بتهديد العقوبات باتجاه تركيا سوريا تقع ضمنها المنطقة منع تمرير النفط العراقي والغاز العراقي وبقية دول احتياطيات الغاز في المنطقة ومنع سوريا أصدر من استثمار موارد النفطية الخاصة تصريح الرئيس الأميركي ذكرته بداية التقرير هو عبارة عن عملية هولدوب أو عملية سرقة أو بيراتاج بالتعبير الفرنسي هذا عمل تصريح فيويور يعني تصريح واحد رجل شارع يعني كيف تستحوز على منطقة جغرافية أنها جهزة من السيادة السورية ليس فقط للسياسية والعسكرية ولكن جهزة من السياسة الاقتصادية للسورية فنيا من ناحية القانونية والفنية لا يمكن تصدير النفط من المنطقة عبر الطائرات فبدو ممارات عبور عن طريق البحر أو عن طريق اليابسة عن طريق الأراضي التركية هل سيعيد التحالف مع الأتراك بسرقة النفط السوري مثل ما كان يسرق طوال سنوات الحرب من 2011 إلى 2019 دكتور نعم عفوا أولي مسألة قانونية جوهرية عزرني على المقاطعة بس لأنه انتقلت إلى موضوع آخر في كثير أسئلة بدأت سألك عنها قبل أن ننتقل إلى موضوع السوري الشرق السوري بس لأنه بدأنا من لبنان أنت قلت أنه فيه ارتباط طبعا بمسألة النفط بمسألة مصالح أمريكا النفطية في كل منطقة الغاز تحديدا عفوا في الشرق الشرق المتوسط إلى أي مدى بدء الحفر الأبار الاستكشافية ربما هو الذي أدى إلى المطالبة أيضا بإسقاط الحكومة اللبنانية لإعداد تشكيل حكومة أخرى تكون متماهية أكثر مع المصالح الأمريكية في لبنان بصراحة ذكرتها حضرتك أو بالتقرير بشكل مبطن أو بشكل مكتير صريح أنه فيه مصالح عالمية بما فيه روسيا روسيا لا تبحث على الغاز لإمداده الطاقوي ولكن لتصديره لأنه عنده غاز تصدره لكل دول الأوروبا تقريبا عن طريق الخطوط الأنبيب المارة عبر القطب الشمالي هلأ النقطة الرئيسية أنه فيه مصالح أوروبية ومصالح روسية ومصالح أمريكية أمريكا تريد أن يسيطر على الرقعة الجغرافية بما فيها موارد الطاقة وتحديدا للغاز لمنع هذه الدول من حصول أستطلاليطة ومنع تنافس بقية الدول للاستحواز على هذه المنطقة وتأمين مرات عبور لا هذه النقطة الرئيسية هلأ لبنان ليس فقط المستهدف كرقعة جغرافية لكن أيضا كمنطقة أقليمية ضمن الصياق العالمي لمنع استقلالية لبنان وارتهانه نحو الخارج باستجراج مجيب للديون لحلول أزماته الداخلية وعدم بلوجه لمصادر طاقة ليس فقط تأمين إمدالات ولكن تأمين عوائد نفطية وغازية في الأجل القريب كما نعرف الاحتياطيات ليست احتياطيات نظرية لكن احتياطيات فعلية لأنه كما ذكرت بالبداية إسرائيل تنتج اليوم من الغاز من أربعة أو خمسة حقول كبرى محازية للحدود اللبنانية وهناك نزاع خلاف على الحدود الأقليمية بين لبنان وإسرائيل وخلاف مع قبرص ومع تركيا على الميال الأقليمية لكافة هذه الدول المحاصرة لبنان داخليا أو الهاوي بجبهات داخلية هو الهدف منه منع هذه العملية التي تتحدث عنها الشروع بيجعل الكونكريتز يجعل الآبار الكاملة موضع التنفيذ ويبدأ يأنتج غاز للكهرباء إلى أي مدى الصراع على المنطقة تحديدا الروسي الأمريكي يبرز في مسألة النفط بشكل خاص وهنا إذا أردنا أن نعكس هذا الأمر على الشواطئ السورية نحن نعلم روسيا لديها قواعد عسكرية في الشواطئ السورية ومن هنا يبدو الصراع محتدما ربما بين الملات المتحدة الأمريكية وروسيا كيف يتمظر هذا الصراع أكثر في سوريا في سوريا تحديدا إذا أخذنا على الساحل السوري الجانب الروسي الروسي الاتحادية أخذت بلوك أو منطقة جغرافية لتنقيب بالمهل الأقليمي السوري من أصل أربع بلوكات هلأ تعتبر جوهرية وليس الكلام نظري لأنه نفس الشركة التي نقبت في لبنان من 2011 و2012 في السنوات الأخيرة وأظهرت كميات احتياط خيال عمليات التنقيب السيزمية بالسلاسة الأبعاد هي نفس التي نقبت عن نفط في سوريا في السبعينيات القرن الماضي هلأ روسيا تستحوز على المنطقة بما فيها مرفأ طرطوس كمنطقة أقليمية لأنه دول خليج عربي وراء هذه المنطقة والشواطن المتوسطية الأوروبية أمامها فمعناتها سيطرة على الرقعة الجيغرافية الساحل السوري واللبناني معناتها باللسفة لأميركا محاصرة الدول الأخرى ومنعها من ولوج أو تكساب نفوز دولي أو ليس فقط أقليم هلأ روسيا عندها هدف تأمين استقرار المنطقة بشكل كامل ليس فقط سوريا ابتزاز سياسي ليس فقط مع الجانب الروسي ولا أيضا تحديدا وبشكل أخص مع الجانب السوري لأنه كما نعرف مرحلة إعادة عمار سوريا تطلب عشرات المليارات من الدولارات وحرمان سوريا عن طريق السيطرة على مناع النفط خاصة في منطقة الدير الزور معاة حرمانها من تمويل ذاتها وتمويل داخلي من أراضيها وحق المشروع باسترداد عوائد النفط من تصدير النفط السوري أو استخدامه للداخل السوري وتخفيف أدورة استيراد مشتقات طاقة هلأ الأمر كان يلعب لعبة قذرة اليوم بالمنطقة تأجيج الصراع المحلي خاصة من منطقة دير الزور وليس فقط تصريح جائر من قبل رئيس الإدارة الأمريكية لأنه وزير الدفاع الأمريكي غدا تصريح الرئيس الأمريكي ترامب صرح أيضا سنبقي قواتنا منطقة دير الزور اللي سيطر على مناعب النفط بحجة أنه منع داعش أو ما يسمى داعش بالوصول إلى هذه المناطق كأن هذا التنظيم الهنامي المطاطي مرة يتقلص مرة يتمدد كيف القوات الأمريكية اللي مع مانديت أو وكالة أو مهمة دولية ما يسمى القوات التحالف الدول المحاربة النصرة وداعش اليوم تسيطر على حقول نفطية ملكية الحكومة السورية الأراضي الجمهورية العربية السورية تماما أنت كما قلت هناك قرصنة لإحتياطات النفط والنفط السوري في الشرق هنا أريد أن أسألك عن الحاجة الاقتصادية ربما للولايات المتحدة الأمريكية لهذا النفط هل هي بحاجة له يعني فيه حاجة عملية له أم هي فقط تريد أن تسيطر على موارد كي لا يستفيد منها تستفيد منها الحكومة السورية أو روسيا أو أي طرف دولي آخر نكون واقعيين ومنطقيين الاحتياطيات السورية على الرغم من ضخمة السورية عالميا لا تشكل 2% الاحتياط العالمية للنفط وهو الغاز أقل وتقديرا خاصا من منطق الشرق الفراد هلأ الأمريكا تريد سيطر على هالمنابع لمنع الحكومة السورية من الاستخدام هذه الموارد الداخلية الشرعية لسوريا بالتمويل عملية تعاطي الأعمار الداخلية لأنه كما نعرف قبل الأزمة أو قبل بداية الحرب على سوريا من 2011 كان الإنتاج النفطي من كامل المنطقة السورية وليس فقط شرق الفراد بما فيه الشمال الشرقي للحسكة والقامش بحدود الأربعمائة ألف برميل يوميا المنطقة المتنازلة عليها المحل مع بسيطة القوات الأمريكية من دير الزور الحسكة للحدود العراقية كان يعادل إنتاج البرميل يوميا لا يمثل نسبة كبيرة بالنسبة لأمريكا من ناحية ككميات أرقام ولكن من ناحية الفنية لا يمكن مرة أخرى تصدير نفط عبر الطائرات فكيف يمكن لأي شركة عاقلة أمريكية وما غير أمريكية أن تنقب على نفط بمنطقة لا تملك أي شرعية لا الحكومة الأمريكية ولا أي حكومة أخرى دون الاتفاق مع الحكومة السورية بالأصل هذه المنطقة المتنازع عليها دوليا بالصراع الأقليمي التركي والأمريكي تحديدا هي منطقة كانت موضع استثمار من قبل الشركات العاملة بسوريا وإلى مصداقية وعقود على الورق كانت موقعة وكانت تنتج بحدود 190 ألبر ميل أو 200 ألبر ميل يوميا نحكي عن نفط خفيف بمنطقة دير الزور وحقول كبيرة مثل الميلان والتنك وكبية إلى ما هناك وتشرين الاستهلاك أو للتصدير عبر المرافق السورية الولايات المتحدة الأمريكية تريد حرمان هذه المنطقة من الموارد الزاتية أو استغلالها لتموين عمليات تهريب داخلية مع الحدود التركية انتلاقا من هذه المسألة مسألة النفط ستخضع برأيك في المرحلة المقبلة إلى ابتزاز ابتزاز بس الحل لهذا النفط يعني عودة النفط إلى الحكومة السورية إلى الأرض كيف سيتم هل سيتم بتوافق دولي بروسي أمريكي تحديدا على تلك المنطقة أم ماذا من ناحية المبدأ ومن ناحية القانونية القوات الأمريكية قوات احتلال يعني بالتعريف القوات الأمريكية هل ستبقى إلى الأبد في هذه المنطقة الحكومة السورية والشعب السوري عم يقول من 7-8 سونات اللي صمت 7-8 سونات بحرب ضد القوى المعادلة سيستعيد كامل أراضي السورية والجغرافية السورية بما فيها الموارد الطاقة هل القوات الأمريكية هل سترسل طائراتها وتشين حرب بمنطقة أقليمية ووجود دول أصدقاء لسوريا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إشعال مناطق حرب أخرى في المنطقة طالما عندها وسائل أخرى في إشعال مناطق أخرى بالتظاهرات بالاحتجازات على الرغم المشروعيتها هلأ ما بريد أن نصل للملف السوري أو الملف اللبناني على الملف العراقي أيضا لأننا نأخذ المنطقة ككل ككل من التنف للبصرة ميناء البصرة من الخليج باتجاه سوريا الحدود العراقية السورية بما فيها المرافق والمعابر بين العراق وسوريا وبما فيها المرافق المتوسطية إن كانت بسوريا و لبنان هذه المنطقة الجغرافية منطقة جيوة اقتصادية ليست فقط لمنابع الطاقة ولكن أيضا مهمة عالميا لدول أخرى ليس فقط روسيا للهند للصين نحكي عن إمدادات شحن وتجارة دولية عالمية تفوق عشرات المليارات والدولارات هل القوى الأخرى ستسمح لبنان المتحدة الأمريكية بالبقاء في هذه المنطقة والسيطرة عليها للأبد بغض النظر عن الحكومة السورية التي ستدافع بشكل دائم بكل وسائل لاستعادة هذه المنطقة لأنها جهزة لا يرتجزة من السيارة السورية تماما دكتور هنا أريد أن أسألك هل تعتقد أن الآن عمليات حفر البؤر الاستكشافية في المياه اللبنانية للغاز ستتعقد بعد تلك الأحداث بعد استقالة الحكومة بعد دخول لبنان الآن في مرحلة لا نعلم متى سيتم تشكيل حكومة جديدة هل ستطول المدة أم ستكون قصيرة أم ماذا هل تعتقد أن هناك تعقيدات الآن أمام استخراج الغاز اللبناني بالضبط هناك تعقيدات أول شيء فنية وخليل نقول تقنية أي شركة عالمية سريد التنقيب عن نفط بالمنطقة الساحلية أو المنطقة المياه الإقليمية اللبنانية بدأ بلاتفورم بدأ منصات بدأ تجهيزات بدأ بلاتفورم بدأ تحتية هذه العمانية الحفر بالبحر عملية معقدة رغم سورة من تكلفة المخفضة مقارنة بالليابس لأنه بدأ بلاتفورم على الشواطئ لحتثير التنقب عن نفط وبدأ عدة سنوات وليس عدة أشهر ولكن كطاقة كامنة لبنان قد يحوز وليس فقط النفطية وممكن نفط بدرجة أقل من قارنة بالغاز المشكلة الرئيسية بالنسبة للبنان تحديدا وإذا شاهدنا التظاهرات الإصارة أو الحراك الداخلي كان سببه الرئيسي هو مفضل فرض مزيد منه الضلائف الديول الخارجية التي تحمل المواطن اللبناني هل أمعاتها حرمان الدولة اللبنانية من المزيد من الموارد المالية وعوائد التصدير الغاز وإمداده الداخلي بمصادر الطاقة هل ستضعقت الأمور بالتأكيد ولكن هل هناك قرار دولي قبل الدول المعادية لدول المنطقة بإشعال لبنان وإلهاءه بأزمات داخلية واستجراره لحروب معينة مثل مصر عندنا في سوريا لمنعه من استثمار سروته هذا يعتمد على الحكمة الداخلية بإعلان الإجرار وراء هتفات أو شعارات تأخذ لبنان إلى مكان آخر وليس فقط كحراك داخلي عم يحكي حراك دولي ونزاع وعودة الحرب يعني أول مرة من يشوفها في لبنان سعر صرف الليرا اللي بسوء السوري بيصير 1900-2000 ليرا لبناني طوال سنوات الحرب الداخلية 16 سنة ما تجاوز سعر صرف الليرا 1600 ليرا لبنانية شكرا جزيلا لك دكتور زياد على هذه الإضاءة على مسألة النفط والغاز دكتور زياد عربش استشارة اقتصاديات النفط كنت معنا من العاصمة السورية مشاهدين قبل أن نختم هذا المشهد الساخن ما رأيكم أن نذهب قليلا لنطلع على القصة الكاملة الغاز ونفط في سوريا ولبنان وما علاقة الأمريكيين به أيضا في الواقع إذا أردنا أن نبدأ مع سوريا سوريا كانت مشاهدين تنتج نحو 380 ألف برميل نفط يوميا قبل اندلاع الحرب فيها وتتوزع أبرز أبار النفط والغاز في شرق السوري في محافظتين دير الزور والحسكة وتنتشر القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا بشكل طوق يحمي منابع النفط والغاز وتمثل القاعدة العسكرية في منطقة تنف نقطة استراتيجية لجهة السيطرة على معبر التنف الحدودي في منطقة المثلث السوري العراقي الأردني وبالتالي تمتلك مفتاح الممرات التي يستخدمها حلفاء سوريا أما إذا أردنا أن ننتقل من سوريا إلى لبنان في لبنان تقدر الدراسات حجم احتياطي الغاز الطبيعي بنحو 30 تريليون قدم مكعب بقيمة نحو 164 مليار دولار كذلك تشير الدراسات إلى وجود نحو 660 مليون برميل من النفط بقيمة 90 مليار دولار وتقسم الحقول اللبنانية في المتوسط إلى 9 حقول وقع لبنان مع ائتلاف شركات توتال فرنسية وأن الإيطالية ونوفاتك الروسية في الرقعتين الرابعة والتاسعة جنوبا وشمالا في المياه الإقليمية ومع توجه لبنان إلى تنزيم المزيد من الشركات تحركت شركات نفطية روسية كبرى مثل جاز برام ولك اويل كما فازت أيضا شركة روزنافت الروسية بعقب لتطوير منشآت تخزين النفط في ترابلس شمالا كذلك بدأ اهتمام شركة بي بي البريطانية النفطية العملاقة بالثروة النفطية اللبنانية الواعدة ما يعني مشاهدين أن شركات أمريكية دخلت على الخط خط الغاز اللبناني كما هي الحال صراحة في سوريا وبالتالي لا يناسب البلاد المتحدة استتباب الهدوء في لبنان أمام المصالح روسيا وأصدقائها بهذا الشرح نختم المشهد الساخن ونذهب مباشرة إلى المشهد السياسي في المشهد السياسي اليوم نتحدث عن العراق حيث أعلن الرئيس العراقي برهم صالح وفقته على إجراء انتخابات مبكرة ومباشرة العمل على وضع قانون جديد للانتخابات يكفل تمثيلا أكثر عدلا وتأليف هيئة مستقلة ليقدم الأسبوع المقبل صالح كشف أن الرئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالاته شرط تجنب أي فراغ دستورية وأريد أن أؤكد أنني كرئيس للجمهورية سأوافق على انتخابات مبكرة باعتماد قانون الانتخابات الجديد والمفوضية الجديدة للانتخابات فشرعية الحكم تأتي من الشعب ولا بديل لذلك لقد كان الأخ رئيس الوزراء قد أعلن موافقته على تقديم استقالته طالبا من الكتل التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري كلام برهم صالح أتى بعد تواصل التظاهرات في العاصمة بغداد وفي المحافظات العراقية الأخرى حيث أطلقت قوات الأمن القنابل الدخانية لمنع متظاهرين محاولة عبور جسر الجمهورية في بغداد كذلك مرسلنا هناك أفاد بأن القوى الأمنية طلبت من المتظاهرين الإبقاء على تحركاتهم في ساحة التحرير فيما طلبت الشرطة منهم مغادرة ضفة نهر دجلة أسفل جسر الجمهورية حفاظا على سلامتهم ولنطلع أكثر على الأوضاع سينضم إلينا الآن زميلنا عبدالله بدران مدير مكتب الميدان في العراق مساء الخير عبدالله ونريد أن نعرف منك بداية الوضع الميداني الوضع في الساحات في الشوارع في الطرقات كيف يبدو الآن نعم ما لنا الوضع في الساحات هو حشود لا تزال تتجمع في بغداد وفي محافظات الوسط والجنوب طبعا في العاصمة العراقية بغداد في ساحة التحرير وكذلك في ساحة الطيران وفي شارع السعدن وفي شارع ساحة الخلاني يتجمع المتظاهرون ربما جزء من المشهد هو خلفي يعني كما يظهر أن المتظاهرين يحاولون إشعال الألعاب النارية وكذلك يظهر الانتشار الأمني على جسر السنك الذي يربط ضفتي بغداد الكرخ والرصافة المتظاهرون يتجمعون عند جانب الرصافة من بغداد عند ساحة التحرير ويعتلون مبنى المطعم التركي أحد أبرز الأبنية الشاهقة في العاصمة بغداد وهذا المبنى طبعا هو مبنى فارغ عمليا منذ عام 2003 يطل على جسر الجمهورية وبالتالي هو يطل على جزء من المنطقة الخضراء في كرخ العاصمة بغداد المتظاهرون يتجمعون في هذا الجسر عند هذا المبنى وعند طرف الجسر جسر الجمهورية وأعدادهم طبعا كبيرة حاولوا العبور باتجاه المنطقة الخضراء منذ بداية التظاهرات في ليل 24 على 25 من هذا الشهر تمكن المتظاهرون بالفعل من عبور جسر الجمهورية وكان هناك استيعاب من قوات الأمن العراقي ومكافعة الشغب لأعداد المتظاهرين وكذلك لتحركاتهم ولتفاعلهم على الأرض وبالفعل احتضنوهم واستقبلوهم ووصل المتظاهرون إلى المنطقة الخضراء عندما داخل المنطقة الخضراء هنا تدخل الأمن العراقي وطلب من المتظاهرين أن يغادروا نعم في هذه الأثناء طبعا ولانا أنا أتحدث معك طبعا نرى الألعاب النارية وكذلك الألعاب النارية هذه من قبل المتظاهرين نعم هي من قبل المتظاهرين تحديدا هذا هو جسر السنك الذي يظهر بالمثلاثات الزرق الزرقاء وكذلك أعدادهم هي عند هذا الجسر من جانب الرصافة وعند ضفة نهر دجلة الشرقية ما استدعى اليوم أن تتدخل الشرطة النهرية وأن تطلب من المتظاهرين اللقاء خارج الضفة تحسبا لأي نافر أو أي شيء غير متوقع كدفع المتظاهرين باتجاه نهر وما إلى ذلك إذن هذا ميدانيا طبعا ما شح عنه لنا نعم ننتقل سياسيا سياسيا طبعا عن كلمة الرئيس العراقي كيف كان وقعها على الشارع وبالتالي أيضا على باقي الكتل السياسية خصوصا تلك التي تطالب بانتخابات مبكرة راهنا نعم لنا حتى هذه اللحظة ما من موقف كرد فعل أو موقف تعقيب على خطاب الرئيس العراقي برهم صالح طبعا للطلاع أكثر ولتسليط الضوء فإن صالح اليوم أعلن في خطابه ما أعلنه بعد لقاءات استمرت لعدة أيام والاجتماعات المتعددة لا تتوقف مع كل الأطراف حتى اجتماعات متكررة سواء مع قوى تحالف قوى تحالف البناء أو قوى تحالف الإصلاح أي الكيانين السياسيين الأبرز الفاعلين وكذلك مع بقية القوى السياسية لكن هناك شيء مهم لنا هو أن الرئيس صالح وأن أعلن هذه المبادرة هناك قوى قوى سنية على الأرض وقوى كردية وهذه القوى تعتقد أن التحركات هي من شارع يستهدف الخليط الشيعي الخليط السياسي الشيعي وبالتالي حتى حل الحكومة أو الدعوة الانتخابات المبكرة تحاول القوى السنية والكردية أن تبقي على حصصها وعلى ما حصدته من مقاعد في البرلمان وكذلك على وزرائها هنا الأزمة تبدو أنها يعني مركبة الرئيس صالح قدم هذه المبادرة أعلن موافقته على إمكانية إجراء انتخابات مبكرة وكذلك مفوضية جديدة وبقالون انتخابات جديد وكشف أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعني قصد صالح القصد عندما أعلن أن عادل عبد المهدي وافق على الاستقالة عن أن يقدم بديل ولكن دون الذهاب باتجاه المجهول أو الفراغ هو يحاول أن يعلن أن عادل عبد المهدي ليس متمسكا لكن لا تساق الأمور بطرق دستورية تؤدي إلى إقالته هي رسالة ربما للسيد مقتدى الصدر لذلك هو كشف هي رسالة للسيد مقتدى الصدر ولبقية القوى السياسية لا نا لا يمكن إخفال أن برهم صالح أعلن استعداد الذهاب لانتخابات مبكرة بمفوضية جديدة وقانون جديد وبذات الوقت أحد المطالب التي قدمها الصدر في أحدى تغريداته لكن حاول أن يكون متوافقا يعني صالح في حديث حاول أن يكون متوافقا بين مطالب وتحركات في الشارع وبين رؤى وقرارات ومواقف سياسية ليس من السهولة بمكان أن يدعو الانتخابات المبكرة بالمناسبة هناك شيء مهم فقط بقليل من الوقت الذهاب باتجاه انتخابات مبكرة بقانون جديد وبمفوضية جديدة يستدعي أن يقر هذا القانون وهذه المفوضية عبر البرلمان وهنا ليس معروفا هل الذهاب باتجاه البرلمان أن يحل نفسه بنفسه أم انتخابات جديدة أم استفتاء جديد على دستور وهكذا خصوصا الاتفاق على قانون جديد أيضا سيستلزم وقتا ونقاشا كبيرا بين كل القوى السياسية شكرا جزيلا لك زميننا عبدالله بدران مدير مكتب الميادين في العراق كنت معنا من العاصمة العراقية مشاهدينا فاصل قصير جدا نعود بعده لنتابع المشهدية فابقوا معنا من جديد أهلا بكم من المشهدية والآن نذهب إلى المشهد الثقافي من العالم العربي هاجروا ليجدوا مكانا يحميهم من الحروب فحملوا وطنهم لحنا وأغنية كورال أكاديمية الفنون للتراث العربي يجمع عدد من المختربين العرب في لندن لينشدوا أوطانهم في حفل الموسيقي في العاصمة البريطانية كيف كان هذا الحفل نذهب لنشاهد معا هذا المهرجان من الضروريات بالنسبة للجالية العربية هنا خصوصا أنه يحمل كل معالم التراث العربي من خلال الصورة من خلال الحرفة اليدوية من خلال الفنون اليدوية وأيضا من خلال الأغنية التراثية العربية والموسيقى العربية أيضا المبادر يجب أن تصدر مننا نحن كانوا أن نفتح ككتاب نفتح الكتاب تعالوا يقرأوا هذا الكتاب أن نعرف أنفسنا بهم لكي يعرفوا نحن لسنا إرهابيين نحن مسلمين صعيح ولكن لدينا الكثير الشيء الكثير لنقدمه لهذه المجتمعات أنا بكل صراحة أقول اليوم هذا الكورال قدر يعمل الشيء لما قدر التعامله السياسي بتجميع العرب بمكان واحد وقلب واحد وأغنية واحدة وصوت واحد لما بيصير أشياء زي هيك بتثبت التراث في قلوب العرب خصوصا العائلات اللي عاشين هون لفترة بتمنع أطفالهم إنهم تضيعوا بالمجتمع الغربي بترجعنا بتعرفنا بحويتنا بشخصيتنا بترجع في الذاكرة لأيام البلاد والطفولة وخلافهم ولو أن الواحد بشوف شغلات على التلوزيون بس مش نفس الشي لما يشوف حي وكذا الطيور تغار من مراكا ولسوف أذكر منك كل مودة ولسوف أدعو الله ذا ميران والآن ينضم إلينا من لندن الفنان والموسيقي السوري باسل صالح مساء الخير وأهلا بك أستاذ باسل وسأبدأ معك من مساء الخير وأهلا وسهلا بكم لا شك أن الحفل الموسيقي كان يحوي على الكثير من استرجاع للتراث العربي من أكثر من دولة نريد أن نعرف بداية منك كيف اخترتم كل هذا الريبرتوار الغنائي لتقديمه إلى الجمهور بالحقيقة أول شيء بمسي على قناة الميادين وبتشكركم على هذه اللفتي الجميلة وعلى دعمكم للكرال الأول العربي في لندن كرال أكاديمية الفنون والتراث العربي الحقيقة نحن بدأت الفكرة مع مدراء الأكاديمية الأستاذ باسم مهدي ومدام زين الجواري وقمنا بتجميع بعض الأشخاص التي نحن نعرفهم بشكل شخصي بالبداية بعدين صار يصير فيه إعلانات على السوشال ميديا أنه اللي بيحمل صوت جميل مثلا وقادر أن يأدي ينتسب لهذا الكرال أنا كنت سابقا بسوريا قود كرال المعهد العليل الموسيقى وادرت معه فترة طويلة واشتغلت معه فترة طويلة فعندي خبرة بهذا المجال فحبيت أني طور هذا الشي وأنه يعني نبتدي بمشروع عربي هون في لندن بحكم أنه تقريبا الساحة فاضية يعني أفهم منك أن كل المشاركين في الكرال هون من الهواد تعريف بالثقافة العربية بنسبة يعني 95% أساسا أنا عرفت بالحافل أنه هون كرال من الهواد حتى لم ي يعني نحن المجموعة اللي معنا الموسيقيين هنهم المحترفين بالنسبة للمغنيين معنا محترفين بمعنى الكلمة بمعنى دارسين يعني فأخذنا على عاطقنا أن نطورهم وندرسهم أنا في الأساس مدرس غناء وكنت مدرس غناء الشرق في المعهد العلي للموسيقى في دمشق فأخذت على عاطق تدريسهم للغناء وتطوير الكرال يعني لحد ما وصل مثل ما شفتوا أنتم بحفلة الأكاديمية يعني أنا ربما بدأت بالعكس بس أنت أجبت بشكل صحيح الاختيار هذه الأغنيات والتنوع والترابط الذي حققتمه في هذه الحلقة في هذه الحفلة عفوا بين أكثر من دولة عربية يعني كان فيه تراث يمني فيه تراث عراقي ليس فقط ربما لبناني أو سوري أو فلسطيني أخبرنا عن هذا التنوع الذي ركزتم عليه في الحفلة وتقديم هذا التراث العربي المنوع للجمهور نحن بالأساس حاملين للفكرة يعني فكرة أنه ناخد من كل قطر أغنية كما يقال ويكون هذا عنوان العمل الأساسي بالكرال تبعنا وشاءت الصدفة أنه لندن هي تجميع لعدة ثقافات يعني عربية وغير عربية فممكن هون تلاقي العرب من كل يعني البلدان العربية وهذا ساعد أيضا لأنه عندنا مثلا ناس من اليمن ناس من مصر ناس من الجزائر ناس من ليبيا ناس من السعودية ناس من سوريا من العراق من فلسطين من لبنان من يعني تقريبا تقريبا من كل الوطن العربي فهني كمان هدول أغنوا الكرال يعني أنا كنت أعتمد عليهم أحيانا أدعي أنه عندي شوية خبرة بالأغاني العربية بحكم أني كنت مدرسة الغناء في المعهد العالي وعلى الطلاع كتير جيد مثلا بالأغاني اللبنانية والسورية والعراقية والمصرية ولكن في بعض البلدان أنا ما عندي صراحة كتير كان خبرة فيهم مثل السوداني مثلا أو الجزائري أو المغربي فصرنا نعتمد على الأشخاص اللي موجودين من الكرال هذا صاروا يساعدون باختيار بعض الأغاني وصرنا نحاول نلاقي الأشياء بالبداية القديمة كتير والمشهورة ونعتمد على أصحاب الأصليين ونشوف الكتاب الأصلي نعتمد لها يعني كنا نعمل تنقيح للكلمة واللحن قبل ما نعمل يعني الأغنية قبل ما نساوي الأغنية ونطلع على الجمهور من مبدأ الحفاظ على التراث مثل ما نحن نحن كهدف من أهم أهداف الكرال أنت قلت أنت كنت في سوريا وذهبت خلال الحرب إلى لندن وأنت طبعا موسيقي وأستاذ موسيقى وأيضا في كتير قصص تشبه قصتك يعني أكان من السوريين أو حتى من دول أخرى يعني عانت الحروب في عالمنا العربي هنا يعني الموسيقى هي التي تجمع وتضمد ربما جروح جروحكم في بريطانيا جروح الجالية العربية في بريطانيا هلأ الموسيقى مو بس بتضمد الجروح الموسيقى تجمع ما تفرقه السياسي على الأقل يعني نحن منقول لما نتعامل بالسياسي فهذا سبيل للتفرقة بس لما نتعامل بالموسيقى فهي سبيل لتجميع القلوب وتجميع الكلمة وتوحيدهم مثل ما حكيت أنا بالتقرير بأغنية واحدة وهذا الشي أنا بتخيل أنه كشعوب في الوطن العربي يعني إلى حد كتير كبير هن متفقين عليه ما بيختلفوا الشعوب الوطن العربي بحس أنه عندها نفس الأهداف ونفس الآمال ونفس الطموحات ربما السياسات يعني كانت عم تلعب دور سواء خارجية أو داخليا عم تلعب أدوار يعني غير جيدة في عدم تجميع هذا الشعب نحن ندعي أن الموسيقى تجمع هل لديك رسالة معينة مثلا للجمهور أيضا يعني شهدنا في جمهور عربي بس لا أدري إذا كان أيضا في جمهور متنوع يحب أن يسمع الموسيقى العربية من البريطانيين ربما أو غير العرب مئة بالمئة وهذا واحد كمان من الأهداف التي كنا نحكي أيضا فيها أنه إيصال التراث العربي مو بس للعرب اللي موجودين في أوروبا إيصال التراث العربي للأوروبيين والإنجليز اللي موجودين هون والمفاجأة أن هذا الشعب طلع متعطش كتير لأنه يتعرف على الثقافات الأخرى والثقافات اللي ما بتشبه ثقافته هذا سهل بكل صراحة المهمة تبعنا أنه نوصل أسرع من المتوقع شوي لهذول الناس فنحن كنا مجرد نحط الإعلانات كان يجينا اتصالات يعني من من أشخاص غير متوقعين واللي هنهم مثل ما أننا إنجليز هون بيحبوا يتعرفوا على الموسيقى العربية بيحبوا يتعرفوا على المقامات المختلفة على الإيقاعات الغريبة جدا عنهم تعرفوا التنوع هائل بالنسبة للموسيقى العربية بهذا المجال نعم ومتطور جدا وكتيرين هون يعني بيحبوا أنهم يشوفوا هذا الشيء وهذا كان من حسن حظنا ومن حسن حظ بلادنا ورسالتنا لأنه بتوصل بشكل أسرع حاولنا نفرجي البلاد هذه الوجه الآخر للبلاد العربية بشكل عام وأنا كسوري للوجه الآخر للسوريين وليسوريا لأنه الأغلبية هون ما بيتكلموا عن العرب إلا عن طريق الحروب وعن طريق الكوارث والمشاكل السياسية اللي بتصير هيك فحاولنا نقدم الغير الصورة النمطية للعرب شكرا جزيلا لك ستباس الحرب وتقدم لك المشاكل وغيره شكرا جزيلا لك فعلا على اندوامك لنا وكل التوفيق لكم في أكاديمية الفنون للتراث العربي كنت معنا من لندن إذن مشاهدين الآن نذهب مباشرة إلى المشهد أونلاين السوشال ميديا سلاح التحركات الشعبية الفتاك إنما تطبيق انستغرام مشاهدين قد يكون التطبيق الأخطر بينها جميعها هذا التطبيق بألوانه وصوره وتنوع فئة مستخدميه وتحديدا الشباب بدأ دوره يبرز في التجيش للثورات والتحركات والتظاهرات ولسيما خلال التظاهرات الأخيرة في لبنان الآن سنتحدث عن دور هذا التطبيق مع ضيفنا دكتور عمد بشير وهو مدير كلية الأعلام في الجامعة اللبنانية كلية الأعلام التواصل مساء الخير أهلا بك دكتور معنا في المشهدية لفتك استخدام تطبيق انستغرام هذه المرة في التظاهرات اللبنانية كان يستخدم بشكل كثيف ويجيش هل فعلا لعب دور في أن يذهب أكثر ربما فئة شباب للمشاركة في تلك التظاهرات طبعا تطبيق انستغرام هو أسرع نموا وتطورا بين كل وسائل التواصل الاجتماعي وهو في مجالات كالحراك الحاصل في لبنان يستخدم كثيرا سواء من المشهورين أو من المؤثرين أو من الناس العاديين المشاركين في الحراك أو في التظاهرات بالتأكيد كان لها تأثير هذا التأثير كم هو كمية إيجابيته وكمية سلبيته لا تحدث عن إيجابية في البداية طبعا لكن كل تطبيق له إيجابيته وله سلبيته وهذا يعني ينطبق على الواقع الذي يسير فيه الحراك لبنان بلد متنوع ومتشابك ومتعدد ومنفتح أكثر من اللزوم على مستوى الحريات في التعبير لذلك كان فيه هناك استغلال وكان فيه هناك دخول يعني غير 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 مظيف حرف التظاهرات قليلا حرف التظاهرات هدفها لنكن وزاد في الشائعات تماما بس هو عندما بدأت هذه التظاهرات بدأت على عنوان معيشة ضد الفساد ناس يعني تعبى من الوضع الاقتصادي الصعب يعني فيه ناس موجوعة من هذا الوضع بس انستغرام هل غير هذه الصورة على مستوى المؤثرين الذين يعني كانوا يعني ينزلون الصور أحيانا أو طريقة عرض هذه التظاهرات هل كان منصفا للهدف الذي نزل اللبنانيون لأجله كل شعارات الحراك هي بالنهاية شعارات جميع الناس وهي كلام الناس اليومي منذ فترة طويلة ما فعله الحراك أنه قام بتجميع هذه الشعارات وأطلقها دفع واحدة لذلك أتت مدوية وكان لها تأثير باعتراف الجميع الانستغرام وغيره من وسائل التواصل استخدم في تفعيل هذا الحراك وفي تطويره وتوصيله إلى أبعد مدى مما دفع حتى مشاركة من هم من خارج لبنان في هذا الإطار وفي المشاركة في عملية التحفيز والترويج ودعم الشعارات بالتأكيد كان له أثر في البدايات الأثر يكون إيجابي عادة ولكن لاحقا يدخل المغردون وتدخل الأهداف الشخصية تماما سيتغير المشهد النزول بشعارات أو تسويق الشعارات التي أحيانا بدأت بموضوع الفساد لكن ذهبت إلى مواضيع أخرى على تطبيق هو جمهوره غير مثقف بمعظمه سياسيا يعني هو لا يهتم تويتر الجمهور لديه توجه سياسي يعرف من يستخدم تويتر لماذا هو على هذا الموقع على هذا التطبيق بس إنستغرام الجمهور غير مثقف سياسيا إلى أي مدى يسهل تضليله دكتور هنا وسائل التواصل هي أدوات تضليل وأدوات تحريف وأدوات تحفيز في الوقت نفسه يعني هي مثل ما بقوله سلاح ذو حدين هلأ يعني حاليا يعني إذا استعملت تعبير قلت القاتل أو أو الفتاك نعم السلاح الفتاك هو سلاح فتاك لأنه يعني أصبح بيد الأشرار أكثر من الأخيار بهذه الأيام يعني بهذه الأيام التضليل يسهل لأنه في متناول الجميع وما في رقابة مباشرة وفي إطلاق للحرية بكل معنى الكلمة في المقلب الآخر تويتر مثلا أعلن مدير تويتر أنه سيمنع الدعايات السياسية عن الموقع رغم أنه موقع سياسي بامتياز يعني ما رأيك بهذه الخطوة كثير عدد كبير من حسابها بس ما رأيك بهذه الخطوة في وقت يتمسك فيسبوك بالإبقاء على الدعايات السياسية شوفي في لبنان يعني لم يتأثر هذا الأمر يعني وسائل التواصل بقيت قيد الاستخدام وقيد الوصول ولم يقطع الانترنت والوصول إليه كان يعني متاح في بلدان أخرى تقطع هذه وسائل التواصل ويمنع استخدامها حتى يعني يتم تأطير التأطير أو حتى يخففوا الاندفاع أو التشجيع على الحراك أو على التظاهر لذلك في لبنان استخدامه بقية متاحا بيادة الجميع وهو إذا لم يستخدم أكثر لأنهم لم يستخدموا أكثر مش لأنه ما قدروا يستخدموا أكثر بكل الحالات انستغرام يعني هو أقرب لغير السياسة للحالات المعيشية للايف ستايل للأكل للصداقات أكثر ما أنه للسياسة بشأن هيك الحراك نجح في المطالب المعيشية أكثر بس بدأنا الدخول بالقضايا السياسية بدأ المشهد بدأ يضعف الحرك طيب هل لديك رسالة مثلا للشباب الذين يستخدمون انستغرام بشكل خاص ماذا ربما كيف يتحققون من الشعارات السياسية التي تطلق كيف لا ينجر ربما إلى مساريات سياسية بعيدة عن الأهداف التي يريدونها طبعا هناك رسالة للمتظاهرين الموجودين في الحراك ولمن هم محتجين ولو كانوا في بيوتهم أو يطلبون التغيير في بعض المناحي أو في طريقة العيش حتى ولو كانوا خارج الحراك دائما وسأل التواصل بمجملها وبما فيها انستغرام لا يمكن الركون لها من دون يعني وعي وتفكير والتأكد من مصدر أي صورة تنشر أو أي فيديو أو أي كلام يكتب يعني لا نستطيع أن نعتمد عليها مباشرة هنا أريد أن أسألك يعني أخيرا وجود الإنفلوانسرز في عالم الموضة والطعام واللايفستايل يعني مجالات بعيدة كليا عن مجالات السياسية وظهورهم على هذا التطبيق وحديثهم بالسياسة إلى أي مدى يضلل أو يحرف أيضا برأيك أو يضعف أيضا بلنا ننفرق بين نوعين في عنا مشاهير وعنا مؤثرين نعم المشاهير عادة يعني لهم دور أقوى في الأوضاع اللي نحن فيها لأنه هودي بنوا شهرتهم بإطار خارج وسائل التواصل بجهد كبير وتعب كبير ثم استخدموا هذه الوسائل للتواصل مع جمهورهم ومع مؤيديهم نعم المؤثرين يعني على الساحة اللبنانية منهم يعني كتار كتير يعني واللي بيحب يشوف فيه موقع خاص لهم يجمعهم جميعا حتى أنا عملت يعني رقابة ده هيك مش رقابة طلعت على أنشطتهم فيما يخص مش الجميع مشارك نعم مش كلهم يعني عاملين مشاركات مع الحراك ولكن فيه جزء يعني مشتغل بهذا الموضوع وهو بالنهاية فرصة لهم لتزويد يعني التفضيلات عندهم لتزويد المشاركة نعم لتزويد التفاعل نعم مع من يتبعهم يعني شكرا جزيلا لك دكتور عماد بشير عميد كورية العالم أو مدير كورية العالم والتفصيق من جميع اللبنانية مشاهدين بعدها تكون مشاهديا قد اكتملت لهذه الليلة غدا نعود ونلتقي طبعا عند الساعة الثامنة بس غدا عنا مشهدية خاص إذا طبعا لم تغذرنا الأحداث المتسارعة في منطقتنا ستكون مع صحافي البرازيلي بيفي اسكوبار تابعونا عند الساعة الثامنة إذن واكتبوا لنا على حساباتنا على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستغرام إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة